اشتركوا في القناة اهلا بكم ابنائي وبناتي الاعزاء تلميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي اهلا بكم في منهككم للغة الانجليزية connect النهاردة ان شاء الله هنستعرض وياكم كتاب اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي students book وهنشوف في ايه وهنتعرف على المفاهيم وملامح الكتاب بتاعنا ان شاء الله وهناخد الدرس الاول من الكتاب ان شاء الله تكونوا مستعدين هذا العام ان شاء الله هنستعرض وياكم جميع الدروس من خلال الفيديوهات اللي هنقدمها لكم وان شاء الله تكون مفيدة ولو احتدتوا اي حاجة ياريت تشرفونا بكتابتها في التعليقات النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين ده الغلاف او الكافر بتاع الكتاب بتاعنا اللي هو connect primary 4 student book term 1 اللي هو الفصل الدراسي الاول زي ما احنا شايفين وكلمة connect التواصل ده المنهج اللي احنا بدأناه من primary 1 واستمرينا فيه لغاية primary 4 تعالوا مع بعض كده نشوف ملامح الكتاب او الindex او الفهرس بتاع الكتاب بتاعنا فيه كام وحدة وعنوين الوحدات دي ايه وبيتناول ايه بالظبط يلا بينا كده نشوف مع بعض اوكي زي ما انتوا شايفين دي العنوين الرئيسية اللي بيبدأ بيها الكتاب بتاعنا اول حاجة بيبدأ الكتاب بتاعنا بحاجة اسمها let's remember let's remember يعني يلا بينا نتذكر بعض الحاجات اللي احنا درسناها في الصف الثالث الابتدائي فهنا هو طالب مننا ان احنا ايه remember نتذكر بعض الاشياء هو بيقترح علينا بعض الحاجات اللي احنا هنشوفها في الكتاب بتاعنا let's remember عبارة عن صبحتين ثلاثة كده بيذكرنا ببعض الحاجات اللي خدناها in primary 3 بعد كده عندنا الكتاب مقسم الى two themes themes يعني موضوعات theme number one زي ما احنا شايفين اهو فوق اللي هو عنوانه I discover myself يعني انا باكتشف نفسي ده العنوان الاولاني او الموضوع الاولاني اللي هو فيه عبارة عن ثلاثة وحدات يبقى اول theme الموضوع الاول عنوانه I discover myself انا اكتشف نفسي في كام يونت يونت 1 يونت 2 يونت 3 ثلاثة وحدات يونت 1 عنوانها I feel good واليونت 2 الوحدة التانية desert animals حيوانات صحراوية وبعد كده عندنا يونت 3 why are plants green لين نباتات خضراء طبعا زي ما انتوا عارفين الكتاب بتاعنا اللغة الانجليزية ما بيركزش على حتة التواصل والتخاطف باللغة الانجليزية فقط بل بيجدميننا معلومة in science معلومة في العلوم social studies دراسات اجتماعية math رياضيات بعد كده عندنا review review يعني مراجعة سريعة على الثلاثة وحدات دي بنهاية الوحدة التالتة بعد كده عندنا قصة اللي هي non-fiction reader اللي هي قصة طبعا خيالية يعني مش حقيقية هي عنوانها where does chocolate come from يعني من فين بتأتي الشوكولاتة where does chocolate come from دايق بحنا خلصنا كده theme number one الموضوع الاول اللي هو I discover myself بنهاية non-fiction reader القصة دي بعد كده هنخش على theme number two لسه برضو احنا بنتكلم عن الفصل الدراسي الاول theme two بتكلم myself and others نفسي والاخرون يعني بدلا ما تكلم عن نفسي discover myself نفسي بس لا انا بكتشف نفسي والاخري برضو عندنا three units ثلاثة وحدات unit number four unit number five unit number six عنوانهم unit number four where do you live اين انت تعيش unit number five where do you work اين انت تعمل unit six what do you do ماذا انت تعمل دي الوحدات التلاتة بتاعة الموضوع التاني بعد كده عندنا review مراجعة على التلات وحدات دولة وفي الاخر بناخد حاجة اسمها project اللي هو المشروع وبعد كده عندنا reader قصة تانية اسمها in the taxi with uncle sami في التاكسي مع العم او الخال سامي يبادي الاندكس الفهرس بتاع الكتاب بتاعنا يبا احنا عارفين ماشين ازاي في المنهج بتاعنا وان شاء الله تكون المواضيع حلوة وما فيهاش اي مشاكل وخلوا بالكم معنا من نطق الكلمات وبأكد دايما معلش توجد بعض القنوات التعليمية ما بتركزش على موضوع pronunciation النطق لكن انا بأكد على اهمية هذا الموضوع وياريت اولياء الامور يخلوا بالهم من النقطة المهمة دي يلا بينا كده نخش على الوحدة الاولى ونشوف ايه اللي فيها الوحدة الاولى unit one زي ما انتوا شايفين ما شاء الله محال فكهاني اهو بيبيع fruits and vegetables عنوان الوحدة بتاعتنا دي I feel good I feel good يعني انا اشعر بايه بتحسن او I feel good انا اشعر بايه بانني بخير او على احسن حال هنا هنتكلم عن كايرو ايجبت زي ما انتوا شايفين هنا ايجبت يعني مصر وكايرو العاصمة القاهرة يبع عنوان الوحدة بتاعتنا دي ايه I feel good دا من الموضوع الاولان اللي هو ايه I discover myself I feel good انا اشعر بايه بخير يلا بينا كده نشوف الوحدة دي بتتناول ايه وتتكلم عن ايه بالزبط لو بصينا عن الوحدة دي بيقول لي in this unit في هذه الوحدة I will يعني انا سوف هعمل الحاجات دي كلها في هذه الوحدة المفترض ان انا اعمل الحاجات دي تعالوا نقرأ اول جملة بتقول ايه listen, read, research, and write about foods and how to keep healthy وفي الوحدة دي هنتعلم ازاي ان احنا نستمع ونقرأ ونبحث ونكتب عن الاطعمة التي تبقينا بصحة جيدة النقطة التانية practice making sentences with and or but ازاي هنتمرن على كتاب الجمل تحتوي على ادوات الربط and وإيه but وإحنا شرحناهم في primary three and or but بعد كده talk about what I want to do هنتكلم عن انت عايز تعملي او ماذا تحب ان تعمل او ماذا تريد ان تعمل بعد كده read and listen اقرأ واستمع to a short story الى قصة ايه قصيرة خلي بالكم كل المفردات اللي انا بتكلم فيها دي كلها واخدينها في العرض بتاعنا في السنوات العادة خلي بالك من الكلمة دي distinguish اسمها ايه distinguish يعني ميز long and short vowels عندنا احنا في اللغة الانجليزية عندنا الحروف منها consonant ثابت او غير متحرك وعندنا vowels اللي هي الحروف الايه المتحركة هنتكلم عن الحروف المتحركة منها ما هو long طويل ومنها ما هو short قصير بعد كده هنتعلم ازاي write instructions ازاي نكتب تعليمات تخيل انك انت بتدي تعليمات فازاي تكتبها بشكل صحيح النقطة الاخيرة research and make a presentation هنعمل بحث تبحث عن موضوع معين وبعد كده تعمل ايه presentation عرض يعني تعرضه على زميلك طيب بعد كده بيقول لي look discuss and share المفترضين عشان نتعلم مع بعض يعني تعليم جماعي نبصوا على الحاجة الاول look بعد كده discuss يعني نناقش and share طبعا عارفين كلمة share يعني نشارك هذه المعلومات مع بعضنا which fruits بيقول لي اي الفواكه can you see in the picture يعني انت الصورة اللي قدامك دي اهي بيقول لك ايه which fruits can you see in the picture what is your favorite fruit ده طبعا ايه المفروض احنا كمجموعة بنبص على الصورة دي وبي ايه look اول حاجة look بعد كده discuss نناقش مع بعض وبعد كده نشارك الاراء بتاعتنا فالسؤال بيقول لي ايه which fruit اداة الاستفهام which بمعنى اي which fruits can you see in the picture ايه الفواكه اللي انت شايفها في الصورة طبعا عندنا mangos عندنا apples عندنا oranges عندنا حاجات كتيرة what is your favorite fruit وهي الفكهة المفضلة بتاعتك هتقول my favorite food my favorite fruit is وتكمل سوى كانت mango oranges grapes banana whatever اوكي هنا عندي tips يعني معلومات وقول لي did you know هل تعلم هل تعلمي did you know دع نوان بمعنى هل تعلم did you know that in japan you can buy a watermelon that looks like a pyramid هنا بقول لي هل تعلم انك انت في اليابان ممكن تشتري بطيخة شكلها زي شكل الاهرامات يعني شكل الهرم كده البطيخة شكل ايه الهرم مش هللقيها مدوارة زي ما احنا بنشوفها لا هللقيها زي شكل الهرم طبعا هم بيشتغلوا على الجينات بتاعت البطيخ والاشكال بتاعتها والقوالب بتاعتها بيطلعوا اشكال البطيخ زي ما هم عايزين يعني اوكي find out اكتشف خلي بالك من كلمة find out find لوحدها بمعنى يجد اما find out اكتشف بقول لي which fruits أي الفواكه do people grow in Egypt ايه الفواكه اللي ممكن يزرعوها في مصر share your answers with your partner ده كل اللي موجود في الوحدة بتاعتنا اللي هي الوحدة الاولى unit 1 اللي هو عنوانها I feel good بكل اللي اتكلمنا عنه ده كله ده هننقشه من خلال الدروس الوحدة كلها تمام فخلي بالكم معنا واحنا بنتكلم عن الوحدة الاولى نغطي كل الايه المفاهيم دي يلا بينا نخش على الصفحة اللي بعدها قبل ما نتكلم عن الوحدة الدرس الاولاني في الوحدة الاولى عندنا مجموعة مفردات بسيطة جدا معظمها مرة علينا قبل كده تعالوا نتعرف عليها نكررها ونقولها بصوت علي ready 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 make make made made special special food 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 look 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 plus adjective look plus adjective يعني هنا look اللي فوق دي بمعنى ينظر لكن look لو جبنا بعضيها صفة اتغير معناها إلى يبدو delicious delicious which which come from come from country country grow grow what else what else raise chicken raise chicken tomatoes tomatoes onions 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 produce produce أوكي دي مجموعة كلمات بسيطة جدا معظمها تحس انكم اي خدتوها قبل كلا ولكن اي ضروري ان احنا نتعرف على المعاني بتاعتها زي ما واضحة اتعمكم يلا نكمل مع بعض يلا نكمل مع بعض اوكي عندنا حوار جميل جدا هنا تعالوا نشوفه مع بعض في الوحدة الاولى listen one الدرس الاولاني اللي هو عنوانه food and drink هنتكلم عن food and drink في listen one في الدرس الاولاني يعني اطعمة ومشروبات هنلاقي حوار جميل جدا هنستمع ليه بيقول لي اول حاجة listen and read مطلوب مني اني انا اسمع listen and read وبعد ما اسمع كويس الكلمات اقرأها بشكل جميل عندنا الconversation ده او الديالوج الحوار ما بين ايه mom ادي ماما اهيت and ماجد ماجد بتكلم مع مامته ومامته بتكلم مع مين مع ماجد تعالوا بتكلموا عن ايه الاطعمة اللي موجودة تعالوا كده نقرأها الاول قبل ما نسمعها mom lunch is ready i made some special food for us بتقول له يا ماما بتقول ايه انه الغداء مالو جاهز i made some special food for us انا اعديت او جهزت طعام ايه خاص حاجة يعني خاصة لنا يعني ماجد بقول لها ايه mom it looks delicious يبدو ايه يبدو لذيذ امه بتقول له ايه which food comes from our country do you think بتقول له اي الاطعمة تأتي من بلدنا انت تعتقد قال لها ايه ماجد i think we grow rice in egypt اعتقد ان احنا بنزرع الرزو في مصر mom yes that's right نعم هذا صحيح what else ايتني ماجد i think we raise chicken in egypt اعتقد ان احنا ايه بالرب الفراخ في مصر mom yes and tomatoes and onions وايضا طماطم وبصل ايجيبشن فارمرز الفلاحين المصريين produce بينتيجوا ايه many things العديد من الاشياء you see on this table انت شايفها على ايه الطرابيزة let's eat بقول لها ماجد ايه yum تعالوا كده نسمحها مع بعض والركز مع بعض على الحوار اللي موجود معنا ونشوفه مع بعض جاهزين يلا بينا نستمع الى ايه الى الحوار lunch is ready i made some special food for us mom it looks delicious which food comes from our country do you think i think we grow rice in egypt yes that's right what else i think we raise chicken in egypt yes and tomatoes and onions egyptian farmers produce many things you see on this table let's eat yum اوكي ده الحوار بتاعنا اللي دار مبين مين mom and megan تعالوا بعد كده بقول لي listen again and answer the question يعني اسمع مرة تانية وجاوب على الاسئلة جاهزين يلا بينا lunch is ready i made some special food for us mom it looks delicious which food comes from our country do you think i think we grow rice in egypt yes that's right what else i think we raise chicken in egypt yes and tomatoes and onions egyptian farmers produce many things you see on this table let's eat yum كمير خالص بعد ما استمعنا عندينا مجموعة اسئلة اهي بقول لي السؤال الاول ايه what meal are they having يعني ايه الوجب اللي هم بيتناولوها كلمة meal يعني الوجبات سواء غداء عشاء طار ايه الوجب اللي بيتناولوها لو بصينا فوق ما بتقول ليه lunch يبقى بتناولو ايه lunch اللي هو ايه الغداء اهو very good سؤال التاني number two what does the verb produce mean الفعل produce اللي انتوا شايفينو ده معنى ايه جايب لي قملتين to keep and feed chicken to get eggs and meat قملة التانية to build houses for chicken to grow healthier اه يبقى اول حاجة بيقول لي نحتفظ و ايه ونطعم للايه chicken to get eggs للحصول على البيض واللحمة ولا نبني منازل او بيوت للفراخ لا طبعا هو ايه ان احنا بنحتفظ فيها بنطعمها عشان نحصل على eggs and meat يبقى ايه كده بعد كده what does magid think about the food ماجد بيعتقد الفود ايه كويس ولا مش كويس ها طبعا هو بيقول ايه هنا شايفينو الجملة دي it looks delicious يبقى هو عاجبوا الاكل ولا ما عاجبوش عاجبوا الاكل فانا نقول ايه he likes the food هو احب ايه الطعام نكمل يلا بينا نكمل مع بعض اوكي look and write هنيجي لي تمارين الايه الكتابة عندي مجموعة كلمات هنا عايزين نحطوهم تحت الصور bananas chicken grapes mangoes milk onions potatoes rice sugar cane watermelon دي ايه دي chicken bravo طيب دي ايه very good دي طبعا grapes ايه هو العنب grapes وده milk very good milk يلا عايزة سمع صوتكم ده ايه بصل اسمه very good onions good خلي بالكم من نطق كلمات وده رز اسمه rice well done very good البطاطس potatoes well done very good الموز bananas good well done bananas ايه دي المانجة good mangoes mangoes good اصب sugar cane خلي بالك sugar cane محاديش يقولي sugar cane طبعا غرط sugar cane good اخر حاجة البطيخ اللي انتو شبعتوا منه الصيف اسمه ايه water melon good water melon very good بعد كده بيقول لي listen check and say حاجة بعد كده find out بيقول لي what other animals ايه الحيوانات الاخرى اللي الفلاحين بيربوها raise in Egypt طبعا في حاجات كتيرة منها ايه برافو ايوة فيه cows ابقار فيه goats معيز فيه sheep خرفان horses حصنة وحاجات كتيرة خالص number five ask and answer يبقى هنسأل ونجاوب وتكتب الكلام ده in your notebook في الكراسة بتاعتك البنت دي بتسأل زميلتها بتقول لي what foods ايه الأطعيمة do we produce in Egypt هو ايه الأطعيمة اللي احنا بننتجها في مصر التي لها ايه we produce vegetables احنا بن ايه بننتج الخضروات like مثل ايه مين اقول لي مثل ايه very good rice onions حاجات كتيرة ممكن نعملها مع بعضنا من خلال الموضوع بتاعنا وبكده يكون احنا خلصنا الدرس الاولاني وتعرفنا على ملامح الكتاب بتاع primary 4 اللي هو connect وان شاء الله يكون بالقدر الجميل ده وبالشكل الجميل ده عشان نستوعب كل اللي فيه وما تقلقوش كل حاجة سهلة بس ركزوا في الفيديوهات واحفظوا كلمات نطقا وكتابة واستخداما ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو حتى نلقاكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة